في اعتقادك ما تأثير هذه العقوبات على العلاقات الروسية الأمريكية خاصة بعد القمة السابقة قمة هلسينكي كما أسلفت يا سيدتي أنا أعتقد أن هذا اشتباك مؤقت وفي المحصلة سيصف في مصلحة الطرفين لأنه كما أشرنا قبل قليل هناك الكثير من الأمور ذات الاهتمام المشترك ما هي أكبر من تحمل تبعات القطيعة الجولة المقبلة من العقوبات ستكون تخفيض بالتمثيل الدبلوماسي وقطيعة ولا أعتقد أن الرئيس ترامب وقد كان واضحا في ذلك عندما كان يخوط حملته الانتخابية وعندما أصبح رئيسا قبل هلسينكي وبعدها ليس معنيا على الإطلاق بعلاقات سيئة مع روسيا فهو يعلم قوة روسيا وقدراتها الإقليمية خاصة على الساحات ذات الاشتباك الإقليمي وهنا أتحدث تحديدا عن الملف الإيراني الأكثر سخونة الآن إلى جانب الملف التركي فهناك الكثير ما يعني الطرفين هل تريد أمريكا أن تحقق مكاسب في هذه الملفات؟ وأعتقد أن هذه قضية جانبية هل نستطيع أن نقول أن أمريكا تريد أن تحقق مكاسب ما من وراء هذه العقوبات للضغط في ملفات معينة؟ كما ذكرت في ملفات إيران بالتأكيد أي عمل سياسي بالضرورة يهدف إلى تحقيق مكاسب هذا شيء معروف ومنطقي ولكن قضية بهذه الخطورة عندما نتحدث عن أسلحة كيموية وبيولوجية من المعروف أن هناك بعد أخلاقي وبعد قانوني لا يقل خطورة عن الأمور الذاتي الاهتمام المشاركة بالنحية السياسية فهو كان في موقف لا أتحدث بإسم أحد هنا ولكن من الواضح أنه لم يكن هناك ضغط إعلامي كبير في الولايات المتحدة وسياسي ويعبر عن نفسه من خلال أروقت الكونغرس ولقاءات الكونغرس وهذا الضغط كل يشير إلى أن هناك نوع من الضغط الروسي على الرئيس الأمريكي بما يحدد خياراته بأنه لا يستطيع أن يتصرف بكامل قوته كرئيس واضح أن قرار الرئيس ترامب وإدارته كانت رد مفحم على هذه المقولات التي أقولها وبانتهى تجرد أنها مقولات مسيسة وغير جادة من ناحية سيد بشار هل تعتقد أن روسيا ستردق للشروط الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالحزمة الثانية من العقوبات قبول دخول مفاتشين للأمم المتحدة إلى الأراضي الروسية لتحقيق تقديم ضمانات بعدم استخدامها السلاح الكيميائي هل ستردق روسيا إلى تلك الشروط بحيث تسقط عن نفسها حزمة الحقوبات الثانية؟ هذا مستحيل أي إنسان يتابع سلوكيات الرئيس بوتن وتعامله خاصة عندما يكون الأمر متعلق بضغوط يعرف أن شخصيته ليست من النوعية التي تستجيب لهذا النوع من الضغط الإعلامي أو هذا النوع من الضغط الدبلوماسي وأعتقد أكثر الناس معرفة بذلك هو الرئيس ترامب الطرفين يتعاملوا مع الأمور بعقلية أراها إلى حد كبير موضوعية فلا يأخذ أي منهما الأمور إلى منح شخصي من منظور ضيق تعلق فقط من وجهة نظره وإلا كيف ترين التفاهم والاختلاف بينهما فيما خص بالملفات الإقليمية الحساسة كسوريا كاوكرانيا هذه من الملفات بالمناسبة التي تم ذكرها في موسكو على لسان السنة الرانبول أن هناك إمكانية للتعاون في هذين الملفين إضافة وهذه قضية مهمة اسمحي لأن أذكرها باختصار إضافة إلى قضية مكارفحة الإرهاب واليوم مع فكرة يعني مجرد تخاطر فقط بالأحداث اليوم أعلن على لسان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عن إقامة سادس قوة ضاربة عسكرية للولايات المتحدة معنية بالأمن المهضاء لم يتبقى معي إلا ثواني هذا التماس في أصلحة الصواريخ والأقمار الصناعية كما تراها الولايات المتحدة مصلحة أمنية قومية عليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر